معاكم دكتورة رانيا السيدة عبدالعليم. السيدة دكتورة عليك الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب والجراحات. هكلمكم النهاردة عن موضوع متشف جدا جدا. بس للأسف المشاكل الكبيرة بتاعته جدا إذا ما تعليكش. مع أن علاجه بسيطة وسهلة قوي. هنتلم عن الانزلاف الهضروفي بدون جراحة. سواء كان الانزلاف هضروفي عنقي أو غضاني. وهنتلم عن تشوهات العمود الفقري وزي نقدر ننحقها خصوصا عند المراهقين والمراهضات. هنتلم دلوقتي ازي ينحق الانزلاف الهضروفي. يعني الانزلاف الهضروفي بين الفقرات في حاجة اسمها الهضروف. دي جوه حاجة الفيبرستيشو جوه مادة عاملة زي الجيل. تمام؟ لما الانزلاف الهضروفي ده درجات. اما بيحصل قلش يعني زي بيبوز اللي هو الجيلاتين بيقع بره شوية. اما بيطلع حبكتور. اما بيتقطع الدسكافورس. احنا ايه الهدف؟ من هنا انا شفت ناس في الانزلاف الهضروفي العموكي. وصلوا ان الموضوع اثر عندهم على الانتزام. اثر عندهم على التنمير ووجع في الادين. اثر عندهم مفاحجات كثيرة جدا. اثر فيه ناس بتقولي انا اسعاد بيبقى انزلاف الهضروفي ده يسأل دا. انزلاف الهضروفي القطني من اشهر حاجاته. اخذونا لو واخد الفقرة الرابعة والخانسة والعجازات الجولة بيبقى عندنا مشكلة حاجة اسمها عرق النسر. يعني هي عرق النسر يعني واجع واخد الرجل من فوق من عند الدخل جن ونازل لحد تحت خالص. خالص واجع لحد واخد لحد الثمانة من الدخل. ده معنى عرق النسر. فيه حاجة اسمها ساكروئياتس. الساكروئياتس يعني الجزء اللي ماسك في الاخر جزء في العمود الفقري اللي ماسك العمود الفقري بالخوض من الجنبين. ده الالتهاب فيه فزيع بميان من صعوبة جديدة في الحرقة واجع بنسحة منهم كأننا ملجبسين. يعني اللي عرفت وطي ولا عرفت صالبي ولا عرفت كوفت توضى. كأنك ملجبس. ده الساكروئياتس او التهاب المسر اللي ماسك الدهر بالخوض. اللي هو بيبقى اخر جزء في الدهر. فيه حاجة اسمها الالتهاب في العظم. اللي هي بنسميها بالعربي العصوص. الكوكسي دي ما دي. ده بيبقى الدهاب في العظم. دي برضو من الحاجات اللي بتسبب ألان مبرها. ضمن المشاكل اللي احنا قوله هنتلم معيها. اتواق العمود الفقري. يعني هي اتواق العمود الفقري اللي هي بنسميها اسكليوسيس. وده لي شكلين في الاشعار. يا اما بيبقس شير. يا اما بيبقسي شيء. طبعا. كل حاجة منزيد لها طريقة علاج مختلفة. ودايما هنصحكم كل ما نبتتي بدري. كل ما ما لايش اثار جنبية كبيرة. اهم حاجة في الحالات المزلق البطوحي. ايا كانت المرحلة بتاعته. ان احنا بنعمل حاجة اسمها شرط فقرات بالكمبيوتر. يعني هنعرض لكم في هذا الشرط الفقرات. وهنمريكو التأثير بتاعه وعامل ازاي. شرط الفقرات بالكمبيوتر ده لي هز. بيبقى كمبيوتر. رايزة ده من برا. بتدخر الكيمة المناسبة بنحسب حسبه معينة. لو لو عمقي او لو قطني بنحسب حسبه معينة. احنا بنحفزينها كتخصص مخ وانصار. وبنبدأ نشد الفقرات. بنبعد بحيث من الدسك. حتى لو ما دخلش جوه خالص بنشيل الضغط بتاعه من على الجذور العصبية. ودي بتبقى اهم حاجة في مرحلة العيان. مع طبعا احنا بنعالج عن طريق الاجهزة اللي موجودة الموجودة السلطية والاجهزة الاخرى بنعالج العضلات اللي فيها تيبس من خطر الالتهاب اللي حاصل في المكان. مع اجهزة مضادة للالتهاب. مع اجهزة عشان القلم فتنتهي المشكلة. بس بنزود لما يكون فيه مشكلة. فيه حاجة عندنا اسمها برتبروبازر الإنسافرشانس. يعني ايه برتبروبازر الإنسافرشانسي؟ لما يكون الدورة الدموية اللي بدل اللي بتجاز دي. اللي اللي مشي من الرقبة للمخ فيها مشكلة بنزود على على الكالسة دي. في الرقبة بنزود عليها جهاز امريكي بزود الدورة الدموية اللي 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 وصلة للمخ. لو الدنيا مش محتاجة تدخل جراحي. لو احنا نحن نضع في الاول مش محتاجين نوسع الشريان ده. بنزود الدورة دموية ما فيه حالات كتيرة تعجت عندي والحمد للدورة دموية بيتكويسة جدا. الرايحة للمخ. لما بيكون فيه العصب بتاع عرق النصر في الربلين اللي انا قلت لكم الوضع بتاعه للأواخد الربلين كلها. بنزود على شرد الفقرات بالكمبيوتر علاج للعصب نفسه. عن طريق جهاز بيساعد على التآمل عصب. ده الجهاز ايطالي وجهاز امريكي بيتزود الدورة الدموية بتاعة العصب. ده لما يكون عندنا عرق النصر او الوضع اللي اللي اواخد الربل كلها من ده بنزوده على الجلسة اللي احنا قلناها. نيجي بقى لعلام الانتهاب المفصل اللي ماسك الظاهر بالخور. ده هنا بقى بنتدخل بالحقنا الايوني. ده مع الجلسة اللي احنا قلناها بس بنشير شد الفقرات بالكمبيوتر ترى ما هو ما خيش نزلوك وتقوفي. وبنعمل بنعمل حاجة مضادة للانتهاب في الانتهاب المفصل. ده لانه هو مفصل دايقية مفصل. طبعا بيفرق وبيجيب نتائج قويسة مع جهاز الميلي اسمه سماكين. ده يعني مسؤول ان هو بيحفز التقام الاعصاب وبيحفز الالتقام ده بيحفز انه القلم يقل وبيعمل تسكين للقلم في المكان ده. ده لو عندنا اللي هو الانتهاب بتاع مفصل الظهر. ندخل اللي هو ماسك الظهر بالخوض. آآ بنزود لو فيه الانتهاب في العصوص بنزود عليها الانتهاب بتاع العصوص دابا اللي هي العظمة الاخر عظمة في العمود الفقري. بنزود عليها الليزر. لازم كامل الليزر في المكان ده. لان مكين نتائج هيلة على الجلسة دي. طبعا انتي برد ما بقاش فيها عشان تفقراتكم بيوتر. زي ما احنا شئل هنا يا جماعة كل مشكلة الظهرة في الرائبة لها علاج مختلف. يعني لما بنروح هنا. وش كده ما بديع اعرفكم بنفس كده ايما بقول لكم عنكم دكتورة رانيسة دكتورال على كتب العمودة المخرى عصر. بعرفكم ان ده تخصصي. وهذا فيه ماجستير ودكتورالي. انه زي ما انتم شايفين كل مرض ليه طريق معينة وليه جهز معينة والجهز ده ينفع هنا وما ينفعش هنا. الفطر اللي ما نتكلم على التوائر عمودة الفقري ده بيبقى عليه عن طريق الجلسات. بنعمل فيها بيبقى عنده عضلات قصيرة فبنعمل فيها اطالة للعضلات القصيرة وتأويل العضلات الضعيفة وتقويم للعمود الفقري في شكل معين. عن طريق الهزة وتمانين بتتعمل بشكل معين عشان نلحق نعالج الحالة لانه طبعا ده العمودة الفقري يعني بيعرضنا لمنظر الحوض ببقى الحوض مش في مستوى الحوض والكتف مش في مستوى الكتف والعضمة بتاعت اللي هو مش في مستوى الحوض فالموضو زعت بيبقى والشاك يباين كمان من بره فقالت ما نسيبش أولادنا ينفصلوا بمرحلة لازم. بحبكوا جدا وتمانياتي لكم بشكل معين لكم.